احنا حكينا عن مجموعة أنواع من أنواع الذاكرة اللي من ضمنها الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية بقسميها الخاصة والعامة شو الفروقات ما بين الذاكرة الداخلية والخارجية أو الخاصة والعامة اللي موجودة في الخارجية ركز معايا كويس الذاكرة الداخلية دايما موجودة يعني ما في حاجة اسمها إنها ترتفع أو تنضاف أو تكون portable أو تقدر تشيلها من الجهاز أو تفصلها دايما هي متاحة لإيش لأنه بلت إن في الجهاز نفسه ولكن الذاكرة الخارجية قد تكون غير متاحة في بعض الأحيان يعني زي إنه المستخدم ييجي يفصلها من الجهاز يرفع الأس دي كارد أو ييجي مثلا يشبك وصلة من الجهاز على اللابتوب أو على الجهاز فبيتبر الأوبريتنج سيستيم إنه الجهاز ما في ذاكرة خارجية فالداخلية دايما موجودة الخارجية ممكن آه أو لا وزي ما حكينا بنفحص قبل ما نقوم باستخدامها تاني شغلة الذاكرة الداخلية الملفات التي يتم تخزينها على الذاكرة الداخلية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال التطبيق يعني زي ما حكينا في الانترنال استوريج محدش بقدر يوصل للفايلز اللي في الانترنال استوريج لا مستخدم ولا أي تطبيق آخر نهائيا وحكينا المود بنعمله برايفت عشان محدش يقدر يوصلها تمام لو بدنا ملفات نشاركها مع الناس التانية بنعمل حاجة اسمها شيرد فايل موضوع خاص تماما مختلف عن الفايل اللي في الانترنال استوريج لكن الذاكرة الخارجية الملفات اللي بيتم تخزينها مرئية للجميع سواء كانت في الذاكرة الخاصة أو في الذاكرة العامة الكل بيقدر يشوفها وبيقدر يتعامل معها زي مثلا الصور زي الموسيقى زي الفيديوز إلى آخره فالملفات اللي بتكون في الذاكرة الخارجية بشكل عام سواء كانت في الذاكرة الخاصة أو العامة الكل بيقدر يشوفها ويتعامل معها عند حذف التطبيق من الجهاز في الذاكرة الداخلية طبعا عند حذف التطبيق من الجهاز يقوم النظام تلقائيا بحذف جميع الملفات الخاصة بالتطبيق من الذاكرة الداخلية بمعنى لو تطبيقك في ملفات في الذاكرة الداخلية وانت عملت ان انستول التطبيق او حذفته فتلقائيا كل الملفات اللي في الذاكرة الداخلية بتروح معاه لانه خلاص مدام التطبيق بطل قادر يتعمل معها يجب ما فيه اي لزوم انها تكون موجودة طيب في الذاكرة الخارجية لما تهذف التطبيق بيهذف فقط الملفات اللي موجودة في الذاكرة الخارجية الخاصة مش احنا حكينا ان الذاكرة الخارجية فيها قسم خاص وعام حلو جدا لما انتحذف التطبيق بتنحذف الملفات اللي في الذاكرة الداخلية والملفات الخاصة اللي في الذاكرة الخارجية لكن الملفات العامة بتظلها موجودة للجميع وهذا ما يفسر ان بعض التطبيقات لما بتقوم بحذفها بتحذف لك مجموعة من الصور الخاصة فيها في الجالري مثلا برنامج تعديل صور تيجي تحذفه او برنامج خلفيات بتلاقي الخلفيات اللي في الجالري روحت ليش؟ لانها بتكون موجودة في الذاكرة الخارجية الخاصة أما اللي على العامة بيظل زي ما هو ممتاز في الذاكرة الداخلية يستخدم هذا النوع من الذاكرة عندما نريد تخزين ملفات خاصة بالتطبيق زي ما ذكرنا سابقا أنه أنا متى باستخدم الذاكرة الداخلية لما كون محتاج أني أنشئ ملف والملف هذا ما حدا بلزم يشوفه إلا التطبيق نفسه يعني ما في لزوم لأي حداية عمل معاه بس في نفس الوقت لازمني ملف مثلا ملف سيكيوريتي ملفات خاصة من أي نوع فبحطها أو بضيفها في الذاكرة الداخلية أو الانترنل استوريج أما النوع الآخر الذاكرة الخارجية لما بدنا نخزن ملفات برضو زي ما حكينا أنه أي واحد بدي يوصلها أو يتعامل معها سواء كانت خاصة أو عامة زي الصور أو الفيديوهات إلى آخره هاي الفروقات ما بين الذاكرة الداخلية والخارجية فروقات بسيطة جدا بدي أنوه لشغلة بسيطة متعلقة بحاجة اسمها الانستول لوكيشن في الفيديو اللي بعد هذا اشتركوا في القناة